الأخت السائلة اللي سألت في الأول بسمة بتقطع في الصلاة الأول يا بسمة لازم أقولك أن الصلاة عماد الدين ركنه الركين هي صلة بين العبد وربي سبحانه وتعالى هي النهر العزب اللي الإنسان يعني بيغتسل فيه من أدران الزنوب اللي بتعتلي القلوب وبالتالي بتؤثر على الأبدان صحفي صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمنا مجرد إنساء رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسلوا منه كل يوم من خمس مرات هل يبقى من درانه شيء فهي طهارة مش مادية فقط طهارة مادية ومعنوية قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمح الله بهن الخطايا طهارة مادية وطهارة معنوية بيخسل الإنسان نفسه من ذنوبه لكن أي صلاة قبل ما اتكلم عن فكرة قطع الصلاة الصلاة اللي الإنسان مركز فيها وهو بيأدي بيقرأ الله أكبر هو بين يدي الإله الجليل وربنا كان بيقوله سيدنا موسى وأقم الصلاة لذكري فهو يذكر ربه الذي يذكر ربه كل جواره في حال الذكر وكأنه يراه دي عبادة أهل الإحسان في كل حركة في حياته وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى ولا يحيط الإنسان لا يستطيع أبدا أن يراه حقيقة لكن الإحاطة هو لا يحيط بذاته إلا ذاته سبحانه وتعالى لكن هو الحضور القلبي فالإنسان في هذه الحال لابد أنه يبقى عارف أنه بيدخل الصلاة بيركز في القراءة بيركز في أداء التسبيحات ما بيقولهاش بسرعة والقراءة ما بيقولهاش بسرعة حركات الصلاة مش بسرعة وبعدين لما بيخرج ويسلم من الصلاة يسلم منه الخلق لا أتكلم على حد ولا بأز حد ولا بدر حد إنسان ملتزم خاشع في حياتي نفع المؤمن منفع إن ما شيته نفعك وإن شاورته نفعك وإن شاركته نفعك وكل شيء من أمره منفع كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة زاد لمزيد من الخيرات اللي ينعم بيها جميع الخلق مش أصلي واشت مش أصلي وقطع الصلة مش أصلي وكل مال الناس بالباطل مش أصلي ويبقى أنا إنسان طالع يعني الناس حتى رائحة كريهة منظري معرفش وكان النبي عليه الصلاة والسلام لنا فيه قدوة حسنة الإنسان اللي بيصلي بجد وأقم الصلاة لذكر ليه الإقامة الحقيقية اللي الإنسان فيها في الصلاة وخارج الصلاة حريص على إرضاء الله سبحانه وتعالى قطع الصلاة بيزيل النعم الحاضرة ويقطع النعم الواصلة فيزيل الحاصل ويمنع الواصل فإن نعم الله سبحانه وتعالى كثير لا تعد ولا تحصوا أهم النعم ليوفق إليها العبد أن يوفق إلى طاعة مولاه سبحانه وتعالى فالإنسان عليه أنه يمتسل لهذه الطاعة ليغنم من خيرتها يا بسمة هحط المنبه على الموبايل بتاعي معادي الصلاة ليه زميلة رفيقة بتبيع معايا في المحل اللي أنا فيه أستأذن رب العمل وأقول لوقت الصلاة أنا هصلي تيجي زملتي تمسك مكاني وبعد كده أنا أبدلها لو كانت يعني هتصلي بهذه الصورة بحيث أنه لا تتعطى الحركة العمل فأستطيع أؤدي حق العبد وحق العباد وأؤدي كذلك حق الرب سبحانه وتعالى في إنسيابية بصورة سليمة بصورة لا يتعارض حق الله سبحانه وتعالى مع حق العباد طيب أنا بنسى لا لازم أن أنا على طول أذكر نفسي بالصلاة بالنسبة بقى لصلاة الفوائد طبعا لأن عددها كبير بتنيني أصلي مع كل صلاة حاضرة أخرى صلاة أخرى وفيما يكون عندي وقت أصلي من اللي علي كده أخد صبح دهر عصر مغرب عشاء ممكن بعد ما صلي بالليل في الليل كده أصلي أصلي من اللي علي مش ملتزمة أنا لأن ده علي قضاء كتير إلى أن أشعر هكذا قال أهل العلم إلى أن أشعر أن أنا قضيت ما علي من الصلوات الفائتة مع الاستغفار وكسرة الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لأن فيه تقصير إن أنا فتني موعد الصلاة الصلاة لها معاد وأداء الصلاة لا يفوت معاد الصلاة ولا يفوت أداء الصلاة أنا الآن أقضيها فأصلي ما أستطيع من اللي علي إلى أن أشعر بأن أنا قضيت اللي علي الصلاة مع صلاة دهر مع ضهر عصر مع عصر صليت بقى أكتر من مرة برحتك جيت في وقت من الأوقات بصلي من اللي علي أنا فضى فيه من ليل أو نهار فأصلي الفوائد اللي علي ما فيش أي مشكلة الأمر فيه على الساعة يا أختنا الفاضلة بنسي